أقول لكم من شوية أن هناك مفاجأة في الزمالكاوي طبعا أنا جات الجلسات كلها ألوي أكيد كبير العيلة الزمالكاوي ورئيس نادي الزمالك هيعمل مداخل هو فعلا موجود معانا على الهواء أعتقد أن كلامه في هذه اللحظة الراهنة فيما يتعلق بهذا الحادث الأليم أعتقد أنه كلام مهم جدا لأن مصر دائما أبدا بتحتاج رجالها الذين يقفون معها في كل الأوقات وفي كل المحن وأعتقد أن كلمات رئيس نادي الزمالك مهم جدا فيما يتعلق بهذا الأمر وأمور أخرى أكيد عنده أخبار تهم جمهير نادي الزمالك فيما يتعلق بالملف الرياضي وغير الرياضي المصير الأ considering مصور أهلا بسيادتك وصبعة الخير سياد با سيد أحمد صبعة الخير سياد با سيد أحمد سياد با سيد أحمد صبعة الخير راح باحبس صبعة الخير سيزة علي بركة أهلا يا فلا راح بك أستاذ المحترم عمشان في ديفالي صادق اتسلام لي يا سيد باشا لا باشا عباشا عباشا عبدالشافي باشا الصادق اتسلام لي يا باشا المساء الخير معاك منتصر أستاذ منتصر رفاعي المساء الخير يا سيد باشا ايه والحاجة طبعا احنا بالنعيان انت تعز اهلك تعز ناسك تعز الجزء منك يعني الفيلم اللي كان معمود زمان ده موسك سيحي والفتنة ده خصتها باسا وانت انت بتقول مش عارف مين كان يحارب لا كان من فريق فؤاد عزغالي احد الكوادات من جيش تاني او التالي كان بيحارب اه في حب جهة السبعيل نعم صحيح واختلط دم اه جيرجس مع محمد في الحرب نعم وساعة ما العدو كان بيضرب قنابل من الضيران ما كانش بفرق ده مسلم ولا مسيحي حتى بجد دلوقتي في اسرائيل اه محمد الضرة ضربوه وشيرين ابو عقل ضربوها المسيحية صحيح فههه دايما الادو ما بيسه او الادو او الارهاية ما بيسرقش المسيحي Nap двيه على فكرة كينا احنا قولنا هو لما اشتد الاضطهاد الرومان على سيدنا عيسى وسيدنا مريم رحلة المقدسة جات فين جات ناصر مش كده جات هنا يعني فتعزينا لي وحنا عملنا تعزي فتاعتها وربنا يصبر مصريا اما بالنسبة لي محمد فانا بعت لي حد رسالة احد الالميين فانا بقول لها محمد اتصدى سوف اتصدى من تهلاوك الملكية ومش الاوضيع يعني اه 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 اتصدى الاقل لتكريب ديك انك تجد تشتغل في نادة مالك انا فنتظرك ان شاء الله في اذن الله لما قطع يوم الخميس الساعة 6ة في الناجي شارف يا محمد ونكررك لانك ديت رسالة للعالم كل الاعداء وكل الخونة ان مصر في الوقت الى يوم الى يوم الى يوم الى هل يا فنم لو هو مثلا لسه مصاب هل ممكن حاج تزوره مثلا في المستشفى لو ما قدرش يوم الخميس مثلا حد منه سنصدى بشارف يعني نعم مش مسترة خاصة ده الجزء الاول الجزء الثاني اه اما بس اعايز الادابها استنوا لما تطلع مذكرة الناط وانا براهن على قضاء شرافاء سواء اللي حكموا او اللي هبقى قدرهم مذكرة الناط براهن بكل تاريخي لو هذي الاحكام ما تلغتش امام احكامة الناط همتكلف القانون هعتزل محاما وبش اعطنا الزمال براهنش تنطيت عشان ما تستفزونيش اتكلم تاني من فضلكم الايام اللي بعمت الادابها كل يوم ما تستفزونيش اتكلم ومش هدخل في يوم الايام اجرح في قاضي او في حكم كلامي واضح نفس الوقت بقول للناس بيكلموني مرتادة ايه ده مرتادة عشان للقاضي اللي حكم حكم غلط حكم الصح كل دول لما تقرى ما ذكرت الناط بيش هتمع صوتك تاني وهتعرف انك انت كنت قلتان في حق نفسك الاول ده رقم اه اتنين رقم تلاتة انا ذات عندي مشكلة يا احمد او يا استاذ احمد انا مش عارف عبد الشافي ازاي بيقولك يا احمد كيف حفظ ويخوفني حضرتك بتقول لي يا باشا فهو طائح فينا هنا بتاع تلالبك الكرفات بتاع البنز اللي بني ايه واخد عليه الجنة احمد احمد وانا هيلكم كلام ده في اجتماع بتاع احنا كنا بالتمان في كل اه امبارح اول امبارح 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 اول امبارح اول امبارح اول امبارح اللي اعتبرنا ارضى الصبح ماشي امبارح اول امبارح اول حاجة يمكن عشان انا حتى اقول ما تصوروش ما تصوروش لكن اهم ما جاء في الاجتماع ان انتو دلوقتي رقم واحد في المشاهدة احمد الله انا عايزكم رقم واحد في المشاهدة عن مستوى العالم العربي ده رقم واحد نمر الاثنين وانا سعيد بيكو كلكو حتى وليد ممنوع حد يطلع بعمي سبحانطلون او تشاهد كله بيداله كرفتات او ما شاء الله نمر الثلاث اقول انت ما عايز المراسل اشوفه ده ولد او بيد مجليش الايد بتاعتهم لا ليه منحقه ده بزا المجهود الكاميرا تجيبه سينا ننتي كده مش كده نا الكاميرا تجيبه سوى ولد او بيد ليه لانه ده بزا المجهود هو الويس تحليل بتاعه عمله شغل يعني محترم فمنحقهم الناس تشوفهم انا ابقى فرحان ان انا امي او ابي الله انتشوفني على الشاشة الشاشة بيشوفها ملايين الملايين اه وبرضو من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها احنا ملناش دعب انا احنا قلنا الكلام بما زبود كده طبعا صحا بس لما يكون فيه ظلم هنتكلم ولما يكون فيه ضرب اشعاعات هنتكلم وانا بقول الاخر سيد الاستاذ محمود ابراهيم الخطيب ليه من العمل ليه مش عايز اتكلم انا بحاجة يعني ايه اصلا لو اتكلمت انا متقدم انصير ولما اتكلم يعني حيبه صعب يعني النار ده كان فيه اجتماع مع مجموعة قانونية كبيرة جدا جدا لما شافوا الورق قالك ايه اللي بيحصل ده مين اللي عمل ده ده بقى الرد في الاحكامة المعدة ولو خسرت الاضياء في الاحكامة المعدة ما تتحبش نفسها هعتزل محمود وهو هعتزل نادي الزماني تمام؟ لان لجاء القانون واحد زي اللي واحد في القانون يتساوي اتنين يتساويش خمسة ولا ستة ولا سبعة ده قانون لما يكون وقت براءة قبل كده نفس الموضوع الحكم النهائي وباك من نفس الاضي ما نفعش بقى ده ربع طول شهر يقول لست مش عرحب ما نفعش مش بقول كده عشان حاجة لا عشان بقى يكتب وزاكرة للنهاء ده غيره 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 عندنا يجي تلكين سبب من النهاء لكن هتعود ستفزوني كده هتسبزان قلت ده هيرب ده مش عارف فيها هفين ده جي منين لا انا مبهربش واخر اشاعة ان انا اتمنعت من الظهور على قناة الزماني قلت ايه لا يكون قلتي يعني بس عسلمات كده تعرف دي عالك يا ده يعني زي انا رئيس مجلس ادارة الانتقانية تمام والمؤسس ادارة الانتقانية رئيس النادم وممنوع ان انا هطلع فيها اتكلم فيها ازاي بالعكس احنا كنا بنتعام مع شركة محترمة جدا 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 بسمع الشركة المتحدة بقول ده شركة محترمة جدا 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 سواء الاستاذ حسن عبدالله او اعطاك الاستاذ سيف وزيري وكل الناس بساعة الناس محترمين واللي كان قبل كده محترمين تابر مرسي عشان مش هقول لأ فعايز اقول لهم ايه راييكم النهاردة انا على قناة الزماني ايه راييكم ما انا عايز اعرف راييكم انتو بقى لكم تاعتين اجع بغارة انا مش هاسبكم تدقوني وانا الماغنية بتاعت انا مش فضلكم انا بس حلص اللعب ذاكرت اللعب البقرة وبعدله كتير وانا اخش حد ينزلها لانا لو نزلت هتمنهش كده هتمن مشكلة كبيرة لكن بغرا ما بستقدم انا حلص فقط سيسرت عليها كثير من اللي تسلم الكلام بس فقدينا هو بتكلم في قناة الزمالك اه والحمد لله وبلاش تتكلمه في موضوع الشهر ده عشان هيسئلكم بلاش بلاش واستنى ما تقرى مذكرت اللعب اما بقى الاخ اللي رفع اعضيه على الانا بس بفاهبه بيقولك ايه اللي هو تردته اه بنا ادم تاني قولهو وكان معايا تنين محمود خالد مستشار محمود خالد مستشار عسان كمان من واضح معايا المستشار المحمد عامل اول يامت امول عامل اولي قل الولد ده مصاب وحرامي هو امرأ ابنه سرق فلوس البنك وخدوها في السبت والوقت مات فاقوله من فضلك ده ما تروح لحكمة الجنايات خليه ده جلت عشر رحمة جلال المحترم تكلمه قال له ما تتحب السيادة مات مش مشكلة انا بقى اعمله هو مفاجئة مفاجئة عظيمة هتعرفين المجرمي وبينا يخش السجن تمام خليه نقف القانون انت بتقول انك عايز سأزبني علشان انا وقت حكم انا بقى لا حرامي ولا مرتشي ولا مزور ولا صديق بعارة لا ده دي السبب القصر تمام غيري كان عنده عضية تربح واستيبع على مال عام وما تسألش حتى في نيابة الغد دلوقتي وعضية حفظ وانا في سبب القصر اتبعت لي ورحت المحكمة وكل احترام من نيابة العام والمحكمة ما عديش مشكلة انت عندك قانون الرياضة اه اللي هو الفين السبعة عشر معايا اكتب عبدالشاف ونبعايا سمعيني واذا في سمعيني نعم المادة الربعة وتسعين بتقولي بقى اي حد ياخد عقوبة سالبة للحرية من ارتكابه جريمة من الجرائع المنصوصة في هذا القانون هو قانون الرياضة قانون الرياضة اللي هو يبدأ العقوبة من المادة ثلاثة وتسعين لغاية المادة ثلاثة وتسعين عشر مواد انك تقدر تضرب مفرقعات انك تخش على رئيس اتحد الكوري اللي تضربه واخد مالك كل الحاجات من العلاقة بالمباريات تمام؟ فالمادة الربعة وتسعين واضحة واضحة يا حبيبي بس انت معاك عين شمام وبس اقلوا السبعة مثلهم اتطلقوا دول اتطلقوا منه ليه؟ خلاص اهمد يلا فالمادة ده واضحة اربعة وتسعين بتقول ايه؟ بتقول طب العقوبة ايه بقى خد عقوبة جمعيئة ويتم عزله خمس تنين لا يمارس اي مشاط الرياضة بس يكون ايه بقى الجريمة اللي ارتكابها وعقوبة اللي خدها بسبب ايه؟ الجريمة اللي بنصرت عليها في قانون الرياضة لا لا بسم حضرتك بسم حضرتك اللي اتعذل خمس سنين مع عقوبة اصلية اللي هي الحبس كمان انك انت يا ربيد شماريخ في البداع اه عورت تحدي في المال عرض ما هو ده منصوص عليها في القانون يا رئيس هي تتعذل خمس سنين سيد المستشار ده الوقائد كلها منصوص عليها في قانون الرياضة اللي هي الشماريخ وابتحامل ملعبه بقى في اللايحة حظه منيث واحد شمامة يقوله ايه؟ يقولك ايه بقى ان المرتبط منصور عام اللايحة قال فيها ايا كانت الاقوبة ثلاث يتم عزم تمام؟ انه انك غبي وهده انك غبي والشم خلص عليه اللايحة دي تلقت ممضوع بس لغاها في المحكم بركة التاسويه تخيل اللايحة دي انت بتتشبك بها ديا ومعاباد النصاب بمضوع بس رفع قضية شوف يا اخي سبحان الله يعني شوف ربنا بيلاتب ازاي اللايحة دي تلقتم عليها ديا اتلاغ اما اللايحة اللي سريع ولك الاسترشادية طيب اول حاجة اللايحة الاسترشادية والاسترشادية اي نص فيها يخالف نص قانون الرياضة ارمي في الزبال لان احنا عندنا التدرج التشريع دستور قانون اخر حاجة ايه بقى لا لو القانون بخالف الدستور ما تطبقوش لو لايحة بخالف القانون ما تطبقوش يعني لو اللايحة بقى الاسترشادية بيقولك لا هو خده بقى ماشي يلا رواحه عشان تستر الهزائب والندي ينهزم بقى والعصابة رجت مع بعضها تانى ودول مع دول وكلام الناس الناس شاعد بقولي حاجة تمام؟ ما يتطبقش ايه لان القانون بقولك الحلة الوحيدة هي طب اللايحة الاسترشادية بتقولي بقى بتقولك لازم يكون الحكم نهائي وباني عارف قريباتي هلا؟ يعني كون محكمة النقض فصلت فيه ايه رأياتي؟ اعلمك تانى؟ تانى اعلمك؟ بس انت مش هتركل تبشم اعلمك تانى؟ القانون الايحة الاسترشادية اللي المفروض ما تتطبقش مدام في قانون بتقولي بقى؟ بتقولي لازم لازم يكون العقوبة تضرب حكم نهاي وباس وضحت عملية يا جماعة؟ نا صح دي ما بنتكلمه هو طيب؟ انا بقى ليه اعتاب على بعض جميل الزمالك وانا هشكوا انهم جميل الزمالك وده عمل لنا مشكلة مفيش حد الجميل الزمالك يقوله ايه؟ يا استاذ مرتادة معانتش تطلع تتكلم؟ طب انا بابا اتكلمش بيطلع يقولك ده ممنوع اتكلم الائل دي تقولك ايه؟ منابي متطلع تتكلم مش عشان حايفين علي ده احنا بسحنا حايفين عن الزمالك طب وانا اروح ده ايه اه اتحبت ماشي يلا نخلص منك ما احنا اصلا من الزمالكوية احنا اصلا بنقبر احنا اصلا بنقبر اتكلم زمالكوية لا احنا البطاقة بس احنا عملينا كده عشان نستبوبة ده يتفعلينه ده يتفعلينه طب انا ما اطلعش واتكلم ووضح وارض تمام؟ بحاجات تهم النادي يقولك لا 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 اصلا كده معانا بقى انت هتعيش النادي في قلقه يا ابني انا رفع القضايا يا ابني ابلاغاتي مستعد 2018 وانا اربع سنين والمهارده لما اخي ترفيق 15 تلع دون اذن مني ولا رغبة وقالك انا اصلا باعتذر والناس ربطت يعني ان انا مطلع ابنه مكتب يطلع ابنه براقه مبارع مخدش منه جنيه واللقى له النهارده لا ترفيق الكلام ده خلاص عدة الكلام ده انا براقه اعرضته ميت مرة انما انا واخد 15 سنة 20 سنة مش اعمل ده مش اعمله ما باعتذرش الحد اللي كنت غلطت انا مغلطتش وانا مجاهز فاق حاجات للجاموري الاهل المحترم اللي بيقول لك واحد يقول لك ايه ما بيشت منه ده محمد حووظ الخطيب قال علي ان انا شاذ في فيديو وانت في كلمة شاذ بكده اللي احنا بنقول لها كده ده هو عارف ان انا ارجل واحد عام يعني اش عايزة تكذب يهبني ده انت كنت تكتب تشامش مع شاد تشوكين عندي مهم يعني بلا بصراحة هنزل ده وهنزل كلام الوقت اللي انتع الكويت اللي اللي انا ده بحبطة ده اللي حبطة ده ولا نزل اهل الثلاثة اصطيع اللي انت مش هالله مش تمونا لأ مانا لو زلت الكلام ده ما بيقول لزمالك هيولع الدنيا فيكم انا يا جماعة بلم الدنيا انا بهدي الدنيا انا يهمني مصر تاني ذاكر يا احمد لما قلت إلغي الدوري قلت لي طب ده زمالك الاول قلت لك ايه مصر هام من الزمالك طبعا مصر هام من الزمالك ده انا بحظة لم العيال تاني وما تضطرنيش اقول اللي حصل لن يحدث في يوم الايام لن اجرح قاضي ولا حكم وفي فمي حياة اهتل بقى على الصفحة اهتلوا اهتلوا عشان ما في الاخر بشر هتكلم انا بدافع بقى عن نفسي قول ما تحبسي ليه اقولك ما تحبسي ليه مش هقولك دلوقت احكمت الماضي اللي هتقولك بإذن الله ان شاء الله اللي بسط فيها وفي نفس الوقت الماضي اللي اخطأ ولا ما اخطأ شي ده اخطأ ربنا وفيه شكوى في تفتيش القضائي قبل الاحكام ما بتطلع وقلت له ما يحصل واحدين ثلاثة والله قولتو حصل كمام لكن هزا قضاء مصر العظيم قلتها بالكسر قضاء مصر لان يومس عشان اقل اللي اللي تقومي المكملين والشارق والقال اللي اتقذر الاناك دي بالاسف عميني دفع المحمود الخطيب ولديش دي ما فيه انت عافيش اجتمكو اجتمكو فيه دي اكسم بالله لو سام على صدري كنت يا كلاب يا حربانين برا يا اخي يا بتاعي يا قناة الشارق انت ناسي ان الوقت دي اسم عايما النور دول كان معايا في قضية بقى بتاعة نوفل كان معايا في قضية التزوير تاني تزوير وقالت خمس سنين والنوع ده ايد التزوير اعتقد ان اتشار صلاح انا معتقد انك انت العائل مزور تاني مزور وقالت نعم مش فات عالفة اي حاط نجتمون انا الوقت والوقت دي علاءة صادر تمام حاجة غير طبيعية انا بصحة مدهن فعلا النادي الاهلي ده من نوادي الاعريكة ونادي وطنية بجد عايب زي دوة هربان عمال يشتم فينا ويحردوا يقول الكلام بعد خمس زي يلزل على صحات النادي الاهلي فااااا اهمده وبقولك استاذ محمود ابراهيم الخطير لم العيال مش عايزك كلمة عشان لو اتكلم اادي بلدي في الاخر وصمعة بلدي وصمعة مؤسسات في بلدي اااا ابنك بتاعته اوظى اهرت يا بيه بقول للعيال اللي بتاعتهドンك والنبي ما تصبع انت خافة على الزمالك وانت خافة على اي انا انا بكم كنا تقلس انا تمام مبارك لسيد الدكتور المتطفى للدولي على تجدد استقامة مبارك لسيد وزير محمود توفيق سيد المساري محمد زاكي للدفاع مبارك طبعا لسيد رشاف صبحين سيد الوزير المساري كامل وزيري في نشاطات كتيرة يعني اشتغلت ولما اشتغلت الرئيس جدد استقافي وزير التعليم العالي دكتور خالد حاجة شخصية محترمة وزير يوافر متعبهم تمام شخصية محترمة جدا لا الناس اللي تم تجديد استقافيهم شخصات محترمة والوزراء الجداد يقول لك ايه بس ده مش معروف وانا جايب وممثل سينما انا مش فان يعني معروف يعني اما كل الوزراء يقول تعليم اسمعهم اللي تجديد استقافيهم اما خير معروفين قبل تجديد استقافي اما تعانوا قبل تعانوا وزراء وفي يا جماعة هو انت عايز تعترض وخلاص اي اعتراض ببارك لكل استجدد الانتقاطهم من سيد الرئيس وعلى رسوم طبعا من سيد الرئيس الوزارة بكل مصطف مدبولي ومبارك طبعا الحاجة المحترمة لرئيس عملها انه شاكر كل الوزارة اللي مشوا طبعا ما هقول للمستشار عمر بروان هقول لك ده وزين عادي هقول لك لما عمال مشها ما هقول لها بيحبين لحاجة ما خدت ما خدتش ما خدتش تحبس عشان ما خدتش بابس ايه اللي هده يعني ده كان راجل ده راجل ده مش علاقة بالقضاء والراجل ده وان اصلا عشان ما قد يقول لك ولي كان عادي على الحاجة حاجة عادي تطوره قد تشارح حبسه تمام لما تقرى مذكرت الناس هتقوله مرتضى مصرد بطل ومحترم اللي محافظة على سمع الدلد ووطن ومقاستات الدلد وغادي دي يجي باقي نتكلم في القراش اه اه احنا لنا بكرة ماتش امومي جدا مع الاسماعيل الاسماعيل فريق محترم جدا وعنده مدرم محترم جدا جدا بسي لايه طبعا من فضلك يا جرير الزمالك ما تشغلوش نفسكو بياه ممكن انا كل ما افتح قناة تابعة الزمالك او مرتضى او اعمل وناق وش او ايروب لا من فضلك فضلنا ماتشير الزمالك اهم مني ثاني الزمالك اهم مني والدولة لو عارفة ان انا غلطان خلي بالكم كنت فوري تحسب مش هتكلم تاري في موضوع ده فضلوا من فضلكم اهتموا عندنا ماتشي اسماعيل بكرة بنا اكرمنا وعندنا ماتشي تحاسكندري فاركو الاول فاركو الاول خلاش في اسكندرية عمستان اسكندرية درية كلها نازل ماتشي تحاسكندري هنا هنحتفر كلنا بالدرعة ان شاء الله في اصعب سنة مر فيها الزمالك في تاريخ كله كله من الآن في سنة 11 فاركوزوا يا جماعة مرتضى عيان دخل مستشفى اسكو منعوه احنا معاه لا خليك مع النادي انا بطل ارجوك من فضلك خليك مع النادي فضل ماتشين احنا خلاص داخلين على محط السين يابر من فضلك تاني ركس من ماتش ايه ما اتعاننا ايه ما اتعاننا يا عمت حباس خلاص هروح ازور الناس والصحابي في السجن مثلا مثلا يعني اللي انا ما شفتهمش من 780 في اخر حبس ايه ما في الناس يواخدين 15 ايه يعني عادي فمن فضلك ورئيسك لم يحبط في ايه قضية ساعات تاني ولم تبتل 60 مليون جنيه يخده من حد ولا تربح ولا سي لعمال عام قليل سابقا وجهة نظر راضي هو كده تحترف وجهة نظر راضي حتى لو غلط تاني حتى لو غلط انا راجل خدق وصليس محكمة ولم اكن اسمح ان حد يعلق على حقني تمام انما التعليق فين محكمة محكمة النقضة هتلاقي انت رلطان انا ممكن بقى اطلع احتزم مش احتزم بس واحتزم كمان واحتزم كمان من المحامات ورئيس نادي الزمالك انما عيكم تركزوا من فضلك يا جنيه الزمالك فاضل مطشير الاطر بيهدي وداخل على سيدي جادر ان شاء الله ربنا كريم بسرطش فارقو فارق جاد فريق يعني جون بتاعه جنش لا فارقو محمد صبح فارقو محمد صبح فارقو حارس مرمى محمد صبحي الحارس اللي كان في نادي الزمالك وتعمل له عقد لا جنش في ويتش محمد صبحي محمد انت هدمك تغير ضعيب عشان عيب لما حد لعد كبير في نادي الزمالك يتجلمك دوله مليش مزاج هلعب في الزمالك ولا الزمالك ليه مزاج تعادي من قدامه يا جنيس بايس لك فكرتين أنا كنت متجاهل تاني لعد كبير في نادي الزمالك كلمه عشان هو أصلا معار قال له مليش مزاج انت قاله ملكش مزاج تعادي في الزمالك اللي كنت فيك اتعايت عشان اديك مية جنيه انت بي خربت الفلوس دي يا اخي ايه دا فلما حكا لي الكابتل الكبير قال لي كده قلت له اقفل ويا امير قل له مايشرفش نادي الزمالك انك تبفرش فيها محمد الصبح دا نادي الزمالك اللي قال لي طارق ايه اخونا طارق اه حامد والاخ ابو جمل شكرا رغم ابو جمل زلواتي عزيزي ما هتزال للجمهور وعايز يرجع وعايز يرجع يا بيتا تمام وانما انت قاله دا تبخش فيه لاربا خمس جوان دوله مليش مزاج ارجع الزمالك خليك خليك يا ابن خليك بس يا جمالي الزمالك ما تبوش من نبي عشان خاطرين عندكو بس قلبوكو كده حمين شوية شوية سيدات المشارة انا بس انا عزقكو بس امام جملة حالك مهمة جدا قلتها لان كان فيه برضو فيه بعض الاخبار التي قيلت عن ان محمد ابو جبل اه قدم اعتزارات ووسط اه دي اخبار كانت بتنزل وان فريرة اه رافت تماما هذا الامر هالحالك بتؤكد هو الاحتزار اعتذر عايز يرجع عايز يرجع عزيز يرجع عزيز يرجع تأجيل بس انما مش منع نهاء اه لا لا بريرة يسمعني بس كل داخل المحاوطة اه اه لكن بريرة ما رفضش يا ابو جبل لكن هو كان زعلان من طاري حامل دي بقى لان كان بديل ابو جبل عواز نعم انما انت بديلك مين يا طاري 55 يوم وانت متفق بقى نادي اتحجت ده مش كده اتفق قبلية وراح عزباني عشان تجيبتك شط واتفدها لهم وكانش عندنا بديل لكن ربنا بقى نفخ روءة واسلام جابر لا ربنا يعني ما شاء الله وامام عشوره محمد عبدالغاني ان طاري حامل كان من اللاعيبة اللي موجودين من 2014 اول مرة عارفوا نعم قالك هو ده اللي زعل زعل لكن ابو جبل كان عندك مديل ليه يعني ابو جبل نقدر نقول ان الباب مازال مفتوح يعني لما يقول آه لما يقول انا بس عايزة ليه اعتابع ليه هو الاول اللي عايزة دلوقتي الستاذ محمود محمود ابريبي الساد الخطيب طلع بيان قال فيه انه مش يلعب بالكاف ولا الصوبر الا بالشروع ايه هي نمرت واحد عصام عم فتاح يتفذ تمام جمرة اتنين انه آآ التحييق مع عشور اتشبخي العشور بيت محمود عشور محمود عشور محمود عشور محمود عشور قال التحييق التحييق مع حكم الفور تحيي محمود عشور تمام انا عايز اعرف انا مسلم تتذكر هو محمود الخطيب لعب الكاسب ده عمدش مخصر ملعبوش لا لعب النهاردة وكسب براكل الجزاء في الدات سعيد يا راجل طيب لعبو يعني لعبو فيدي البيان اللي عامله طيب اصار عم فتاح ليه مصالح في المغرب واستقال وبقال وسانا مش عايش زيير خد من انا بقى واستقال وسافر المغرب والراجل ده اللي جي جديد دول لاتنبرج معلن عنه قبل يب اسبوع تمام اعتقد الجزاء المصري بيوم او يوم السابق خلاص يخلصهم هنا يبقى عصام ما استقالش آسف عصام ما تتفصلش يبقى الشرط او ما تحققش ما بشرط التاني هل عشور تم تحي معه لا اشتغل نعم اشتغل بعدها على طول رئيس اشتغل اعتقد المحلة بيرامدز المحلة محلة بيرامدز تمام يبقى ما تحققش معه يبقى ما تحققش معه كلام واضح طب انا لما قلت مش هلعب مطش المقاصر هاي لا مطش المقاصر لا اللي هو احمد شاب اسمه تقريبا يمسك الكرة بجيده وجد جريش ما شايفش هاي قلت مش هلعب مطش المقاصر تحيبت ولا ملاقش لا ملاقش مش كده طب لما قلت مش هلعب مطش الاعلي اسم استاذ ايام المطر روح ما روح حملت المسؤولية وتحملت المسؤولية انا ليه السؤال انا سمع انه بيتقال ان اتحاد القورة بقى الجواب للنادي الاهلي اللي يقول انه بيعتزم وانه اتحجز احنا عايزين نشوف الجواب ده بعد لا مفيش خطابات يا ستاة المستشار نعم مفيش خطابات يا باشا ممكن نشوف الجواب حضرتك مفيش لو فيك النشروه مش هو بقى اتحولك بقى رهن نرجع بقى المطش النهار تستني الاخيرة احنا ممكن نجيب وارف السرق الاخير بس ده المقص اللي احنا كستنى خمسة صفر مع الرقف وده مرازيق مرازيق نعم استاذ مرازيق كبت بتاعهم تمام اللي سرح الفريق لما النادي الاهلي قال لك مش هلعب كاس ولا ما ينفعش اللي حصل للنهاردة تاني ونطرد وندي تات الزرات واحدين نطرد وما ينفعش بقى البلفيديو عطلان والفريق عطلان يا جماعة ما ينفعش والله والله العظيم النادي الاهلي ما محتاج كل ده يا جماعة اما للنادي الاهلي بقى هنت كده بتقول بقى الانتين واربعين بطولة اللي خده من نادي الكبير العظيم ده بجمهن عظيمة دول من غير فر دي مش بطلات ولما جات البطلات احنا بنعمل كادر بقى مرى الفرع اتر مرى الكهرباء اتر ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش ما ينفعش بجد ما ينفعش الحكم يظلم نادي الصالح الزمالك ولا نادي الصالح الآلي ولا اي مكان ما ينفعش انا فاكر مرة في المعدينة ماتش مع تانتا تمام فاكر انا واتبعت قلت تانتا ليه دربتين جزاء ضد الزمالك هو كده المسؤول يبا كده الضميلي يبا كده هتقابل ربنا كده قلت تانتا ليه قلت تانتا ليه دربتين جزاء قلت اهل يوم دربتين جزاء لماذا دي تانتا فالحصل النهاردة والماتش اللي فات والماتش اللي قابله وانا مش فاهم يعني ما كل الفرق بتلعب بتغير ما الشات مش معنى الفريق ده اللي ماجل استدارته ده اللي كل ماتش حاصل فيه مشكلة يا مع التصوير يا مع الاخراج يا مع الغار يا مع الحكم يا مساعد الحكم ويعني ايه واحد مساعدة مسامير يقول يقول حسام حسن تاني هو انت طول رجمة حسام حسن تقول لحسام حسن تبقى انا اختلطت انا وبرين كتير معاهم انما في النهاية لحسام حسن وبرين حسن اتعملت ايه الماصر تقول لها بطلك كورة انت انت عطبطت حسام حسن لان كورة واتبطله تدريب وكنت المستني اللي استاذ كامير وعليه يطلع بايان وقول لا ده المدارب بتاعنا مدير فن بتاعنا وانتحاد الكورة يطلع بايان قدمه وذكرة قدمه وذكرة الولد ده يتوقف اننا احنا ايه الشغل احنا فيه تول اخر حاجة يا جميل زي مالك اتطمنه على يعني انت شفتوا الولد بتاع السل لا ما شاء الله كورة القدم نفس ده يعني كورة القدم نفس وبقول لكل الولاد الصغيرين اللي هم بيعملين يهروا واحنا زبطوية وعبلينا مشاكل طب هو احسننا بيه جنت المال تاني جنت المال ورجل شيك وطلاط خضرة وصفرة وشعر حاجة شيك يعني ودريبة صار مياه مارينة يا بتاع لما تشتن مش هو راجل بتهي وقال لك السوق والعوام انا كنت موجود بقى لصغير انت وقال لها فوقه المقصود مش مرتضى المقصود اي حد هيقوم الزمالك ورجع له هدته ورجعه منصات البطولات ايه المشكلة يعني البلد ايه مليون قضيه سابه قاسر ما انا مش عايز اتكلم ما انا معد من الدد المحمود الخطيب 86 قضيه سابه قاسر ولا حاجة ايه المشكلة هو محمود الخطيب موجود عادي يعني فبلاش والنبي ايه اللي تلدب دي عشان ما ازهقونيش عشان انا بس متحمل عشان الجماهير المحترمة لبن الملايين ومتحمل عشان اه اعضايا جماهانية اللي جابوني بتتساح ومتحمل في نفس الوقت عشان الشركة نتابني نستاد وستة اكتوبة عشان زي ما قدنا سنتين هنخلق احنا جلنا خلاص الجواب بعد قضية الارض متحمل بتاعة المرسة متروح دفعنا جاءت الارض تاني خلاص هنعمل فندق علامي بعدش فيه بقى تقرع بكلام ده فندق علامي في مرسة متروح بقى يا جماعة من فضلكم سيبونا نشتغل طب ده محمود الخطيب ومعاتي والاشخاص دي وكل دول ماشي طب انتوا منك انتوا انتوا لها عزيز تهدوا تيتفشوني ما هنأسهد حاجة طب دل Attorney صباح ما جاء هو جب عندي اتى انت هتروح متش فاركو بالمناسبة ولا مش هتروح متش فاركو بالمناسبة نعم هتروح متش فاركو الزمالج بالمناسبة ولا مش هتروح لا ان شاء الله هده Sharify 16 من العودة في المناسبات الكبيرة هزاق عشان عشان جمهور نادي الزمالك يا فندم كان يعني طبعا الناس كلها متعشمة والناس كلها يعني منتظر لحظة الحسم زي ما قولوا وهناك كلام عن احتفالات. اتماعني بس. هم. هم. هم سين لوتوبيس. طبعين لوتوبيس اخر مرة هيطلع مية لوتوبيس. اسكندراء. هيطلعوا. بالاكل في المية. خلاص. وقضوا بانتو رباية بقول لك ايه. لا يا فندم انا مرة فانت قال لك دولة دفعة دولة مية. يا ابني بقول لك ايه ربع مليار جنيه في الخزنة. ده قد مفاجأة ثانية هي بقى. عشانا لسه قال لكم كسبنا. كسبت ياسين منصور رئيس الرئيس على الكرة بتاعة اللاجل احلي. خلاص. لاحية تفع مية خمسة وثمين مليون جنيه. نسيب له المحلات. لا يطلع. والاجره برضو مية خمسة مليون كان عندي النهارة. يا جماعة ده نادي الزمالي. اه باكسر بقى في تاولي باكسر في الكاس وباكسر في السوبر. وباكسر بقى حتى في القضايا. خلي بالك. القضايا الوحيدة اللي اخترتها في حياة. تاني في حياة. وكل موكلين على هي القضايا دي. ومش هولي السبب اللي بحترم العظم. تمام? فترسها تطلع. السكندرية مش عيدة زي اه اه الجونة. اللي تبساتها تطلع حوالي الساعة. ماشا ماتش الساعة كام هيبا الساعة كام. ستة ونص. ماتش يوم الجمعة ان شاء الله. ماتش يوم الجمعة في ساتة سكندرية ساعة ستة ونص ان شاء الله. ستة ونص. ان شاء الله. يبقى الساعة ستة ان شاء الله الساعة احد عشر من نفس المكان. خلاص. عبدالك اما حاجة يكون معاكة التذكرة. والبتاع العيدة اللي بتقولوا عليه دول. خلاص. عشان محدش هيخش مجرس التذكرة. اكيد. ساتة مشاركة كان جمهور يعني طبعا جمهور نادي الزمالك كان بيتمنى طبعا اه السنة اللي فاتت في الاحتفالية الكبيرة. اللي كان مفترض انها تتعامل طبعا ومينك ما تعملتش وزعلت كتير من الجماهير. اه يوم مباراة البنك الاهل الشهيرة ولعبت الزمالك ما عارفوش احتفلي وميه وحسن. اه. مش عايزين نقاطع. اه. مش عايزين نقاطع. نخلص لا. مش عايزين نقاطع. ربنا اكريم الناد ما ماتش في الاول. ان شاء الله. ان شاء الله. بكرة. ونشوف اللي فاندي اللي يقول لك ان لا انا مش عايز من الزمالك انتوني. وفي الملت. وبعد كده ماتش الاتحاد ان شاء الله. ماتش الاتحاد ان شاء الله ربنا كرمنا بازن الله هتعمل احسن احتفالية في الاستاذ. وعمل حفلة. للاعضاء والزمور. في ملعب الاستاذ بتاع برجيلة. واحد من افتين جاي. وطبعا الاستاذ هاني شاف. محمد منير يا عمر الديان. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اكبر احتفالية. اللي بقى لك. ما شك انا قلت ايه. انا مش فاضي لكم مفضغي لكم. عندي اشوات حاجة كتب كده. يا جاموري الزمالك يا محترم. بقى دماغي. ركز. الملتشين اللي جايين انت. ينسون انا. كل التوفي. لكن ما تقرأ مذكرت الناد. هتقول رجل ده جبل. مش بطل. ده جبل. ايه اللي حصل معا ده ومع ذلك ما بينطاعش. تمام? كل حاجة اه موضوع فتوح اه. يا احمد. نعم. نعم. انا طبعا ضد اللي حصل مع ياسر ابراهيم. انا هاد انا وزوجتي حضرتك دي خصوصية انا مش في الملعب عشان تشتمني. انا هاد في مطعم. شوف انا بقول لك هو. مش من حقك انك تشتمني وانا انا ومن القاتي وزادي وتهني وزم. ده انت لو مين. تمام? وفي نفس الوقت انا ضد ان ياسر يكون رد فاعله ضربه ابو نياد. ضد ده. خلاص اعتبر العمل ده سفيه. ما تردش عليه وتجعله عشان حتى انا عارفت الملاطك ولادك معاك. طبعا منصولة دي بلد غيان. تمام? طب هو ياسر عمل كده. الوقت انا سمت بقول له ايه? اولا انت لك نفسي تاكل. وخسرته الدور والكاس. يقول لك ايه? لا الوقت ده زمن كاوي. او هو زمن كاوي ازاي? ده هو لو زمن كاوي يبوس اا ياسر بنخدينه للتنين. ان هو موجود مكتبنا اا ده هو خسارة في خورة الياسر الجنة التانية اعطاكم في الكاس. تمام? نقول لك لا 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 ده زمن كاوي يا سيدا. يوم تاني يوم على طول ما رايز نعمل حاجة برض فتوح. فتوح ده ما بيشربش الشاي. تاني فتوح ما بيشربش الشاي. حقيقة. يبقى فتوح ده ما بيذكر حالتو دي في البلعب. ده ده النوريح جاي بقى هو مش تمال هيروح يمين ويقول لك انا جدع ويرجع ودك حسنا جدع. عيب جد. عيب عيب عيب. يا استاذ محمول بنفسه. لم الناس اللي عندك. والايال اللي بوكسن بالله العظيم. وحياتي. ويقول لك عمليه ده بغلقش خالص. خالص. نمس الكلام ده. خالص. انا بقول وقائع. تاني. الايال اللي عاملة عندهم قنوات تابعة للنادي الان. انت بزغلق عند مية وخمسين محلف تكاد. الصباح بتعمل ضدك بلاء. النهاردة اخر احسائيه ستة وستسين بلاء. الوضع بورسين اللي يقول لها ده اللي بيعمل كده. انا عنديش مشكلة. اغلق. عداد شرقات. وساعة الجد. هتقول لك حاجة. البلد دي بلد قانون. هتقول لك تما انت قابلة. بقول لك انا قانون. اصبر لغاية ما النقضي الكتب وتشوف. البلد دي بلد قانون. والدولة دي مش هتسمح تقول لك الادب ولا البلطرة. وكل البلاغات اللي معمولة دي هنضضي من اربع سنين. ومجلس النواب رفضة مش عشان اعادوا مجلس النواب. لا. قال عشان تكون لها كيبية. وكاذبة. تمام? واجهت تحمل. وروحنا للمحكمة. حضرت في كل جهازات. احمد انا بقول لك اقول لك زي مالك. بكرة ماتش مهم. اه. فاضل محطتين. اخليكم ورا فريقكم ونسون هنا دلوقتي. من فضلكم. ذاك ورا فريق. وما لكش دعب الصفقات. جاب للك احسن الصفقات الحمد لله. ربنا كرامنا بازن الله. عندنا الماتش اللي هو يوم تسعة. تسعة. في اه قطر. كاس لوسيلة. اه ربنا يوفق الولاد. ويكتبوا. الهلال فريق جامد احنا كتباني احنا كتباني اه اتنين واحد. اتنين واحد في السعادية. في الرياض. اه. في الرياض. دي اول اول كاس باسمه. والكاس الثاني كان بصورة الاهل اقلعب اتحاد جدة. على كاس اه. اه. جالت من خادم الحرامين. خادم الحرامين الشريفين. نعم. والاهل ما رحت. فجريك تاني اركزوا. عليكم ورا فريقكم. تسجعوا بكل حماس. وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا عشان نيتنا كويسة وربنا معانا. واللي ربنا حطي ايضه على كدفه. والنبي لو اجتمعت الامة تضروا بشيء. لم تضروا بشيء. المسؤال طائرين. موت ايضه. اتعون. اتكلمت يا نبس لك ملعينه. اعتقد لو انا مكانك اعطى عشرين ايدي. دلوقتي اجيبوه اسوء عشرين ايدي. وقولي اه اه اه. وقولك تاني. اذا لم حكم المحكمة 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 النقض. كلمة واضحة. تلقي هزي الحكمين دول الاقافة التاني. امشها? انا اتعوني الان ربطان باعتزل. انا خلال انغلط. تمام? وانا اصلا معرفش ميني دوائب لانا نسمى عملت الشماء. تمام? واعتزل من محاماة. واعتزل من نادي الزمالك والرياضة. شكرا. 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 شكرا جزيلا. سيدة المسشار ملتظى منصور رئيس مجلس دارة نادي الزمالك.